السلام عليكم أنا أسامة شعبان علقة جديدة لنقرض أن نتكلم عن حادثة هزة العالم العرب والإسلامي كله وهي احتلال الحرام المكي من قبل المتطرفين في يوم 20 نوفمبر سنة 1979 وكان بداية السنة الهجرية الجديدة الحرام المكي مليان بالمصليين بعد صلاة الفجر فجأوا بشخص يطلع على المنبر وبدأ يخطب في الناس ويقول لهم أن المهدي المنتظر ظهر وعليكم أنتم تطيعوه وتبايعوه الشخص ده هو جهيمان العتيبي هو مؤسس جماعة السلفية المحتسبة كان بيشتغل قبل كده في الحرس الوطني السعودي طلب من المصليين أن هم يبايعوا محمد ابن عبد الله القحطاني وقال لهم أنه هو ده المهدي المنتظر وأنه هو مخلصهم من الفساد في الأرض فيه ناس بدأت تبايع القحطاني بطريقة أو بأخرى وفيه ناس بدأت تهرب من المكان بعدها فجأ الناس بجهيمان وزملائه أنه هم بيطلعوا سلاح من نعوش توابيت للموتة كانوا دخلوها الحرم بحجة أنه هم هيصلوا عليها بدل أن الناس فجأت بدل ما يلاقوا موتة في التوابيت له فيها جميع أنواع الأسلحة جهيمان كان معاه تقريبا 200 شخص ويقال أن هم من جنسيات مختلفة بدأ المهاجمين ومنهم قناصة يطلع على مقازن الحرم ويخضوا أماكنهم فوق وبدأوا يقفلوا البيبان وسيطروا على الحرم بالكامل حاولت المملكة العربية السعودية تتكتم على الخبر لكن الخبر أزيع في الإعلام الأمريكي في الوقت ده كان جهيمان العتيبي يسيطر على الحرم وبدأ يزيع خطب عبر مكبرات الصوت وينادي على الناس القريبة من الحرم أن هم يبايعوه بدأت الكوات السعودية محاصرة الحرم وعايزين يهجموه بس الموضوع ده كان صعب كان محتاج فتوى بالفعل صدرت فتوى تسمح بالتدخل العسكري في الحرم ومضى عليها 32 من كبار علماء المسلمين في المملكة العربية السعودية الكوات السعودية بدأت بدرب بالمقازن بالمدافع عشان القناصة اللي كانوا مختبئين فيها بس الكوات السعودية ما قدرتش تتقدم اكتر من كده حاولت كذا مرة بس معرفتش لان كان فيه محتجازين ورهان كتير جدا يقال ان عددهم ما بين خمسين الف ومئة الف السعودية لجأت لطلب المساعدة من فرنسا فعلا وصلت مجموعة من الكوات الفرنسية للسعودية وقعدوا يدربوا في الكوات السعودية لمدة اسبوع كامل على طريقة استخدام الغاز المخدر الكوات السعودية قدرت انها تعمل فتحات في القبو بتاع الحرم وبدأ يضخوا فيها كميات كبيرة جدا من الغاز المخدر اكبر المسلحين على الاستسلام استسلم جهيمان العتيبي بعد 15 يوم من الحصار اتقتل محمد القحتاني اللي كانوا بيقولوا عليه المهدي المنتظر واتقتل حوالي 117 فرد من جامعته واتقتل تقريبا 200 فرد من الكوات السعودية والعشرات من بين المصليين تم اعدام العتيبي ورجالته في يناير 1980 في ساحات عامة شكرا ليكم ورجالي اشترك في القناة اشترك في القناة